موسيقى النمسا تحتل المرتبة الثالثة في مؤشر السلام العالمي الخارجي النمساوية تستقبل رئيس اقليم كردستان العراق صحيفة غربية تزعم تمويل اغتيال منشق الروس عبر بينا بينا تستنفر امنيا بالتزامن مع مباراة كرة قدم مع تركيا انخفاض معدل التضخم في النمسا الى ثلاثة بالمئة في يونيو ازدياد معدلات الغياب عن العمل في النمسا بسبب المرض اصعد الله وقتكم مشاهدين واليكم نشرة الاخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم اكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر على مكانة النمسا كواحدة من اكثر الدول امانا عالميا حيث تحتل المرتبة الثالثة في مؤشر السلام العالمي واشار كارنر الى ان مؤشرات الثقة تظهر تقدير الشرطة النمساوية باعلى درجات بين السكان مشددا على عزم وزارة الداخلية الاستفادة من هذه الانجازات لضمان استمرار الامان والازدهار في النمسا واضاف كارنر ان تطوير الشرطة النمساوية مستمر مع التركيز على الافراد والمعدات والهيكل التنظيمي موضحا ان الميزانية الامنية ادت الى تحسينات ملموسة في المعدات والمرافق التقى رئيس اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني اليوم وزير الخارجي النمساوي الكسندر شالنبرغ في العاصمة فيينا في مستهل سيارة رسمية له ووصل بارزاني الى فيينا الاثنين للقاء رئيس الجمهورية ووزير الخارجي النمساوي وتتركز المباحثات على فرص ومجالات تعزيز علاقات النمسا مع العراق واقليم كردستان وتوسيع افاق التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري ودور النمسا ضمن اطار التحالف الدولي للقضاء على داعش اضافة لملف الهجرة نشرت صحيفة وولستريت جورنال نقلا عن مصادر استخباراتية غربية ان قتلة مأجورين نفذوا عملية اغتيال طيار عسكري روسي منشق في اسبانيا بتمويل من اشخاص روس متمركزين في فيينا ويشتبه في ان عملاء روس متمركزين في فيينا تورطوا في تمويل عمليات لمراقبة شحنات الاسلحة الغربية الى كييف في بولندا واغتيال الطيار مكسيم كوزومنوف في اسبانيا وتمت عملية الاغتيال في فبراير 2024 حيث اطلق النار عليه خمس مرات ثم دهس بسيارة ولم تؤكد النمسا هذه الادعاءات واكدت وزارة الداخلية ان مديرية الامن الوطني والاستخبارات لا تعلق على العمليات او الاتصالات بين اجهزة الاستخبارات رفعت قوات الامن النمساوية حالة الاستنفار اليوم تحسبا لأعمال الشغب محتملة عقب مباراة دور السادس عشر لبطولة كأس اوروبا لكرة القدم بين النمسا وتركيا واكد المتحدث باسم الشرطة ماتيوس شوستر ان الاجراءات الامنية قد ازدادت خصوصا في مناطق المشاهدة العامة في فيينا مضيفا ان الشرطة ستبذل كل ما في وسعها لمنع اعمال التخريب واشار شوستر الى تكثيف التفتيش في جميع مناطق المشجعين لافتا الى انه لا يمكن استبعاد وقوع اعمال تخريب ولذلك سيتم تطبيق مفهوم امني شامل لمنعها واضاف انه سيتم ضمان وجود عدد كاف من الضباط في مواقع المشاهدة العامة اظهرت تقديرات سريعة لمكتب الاحصاء النمساوين خفاض معدل التضخم في النمسا الى 3% في يونيو وهو ادنى مستوى منذ يوليو 2021 بعدما كان 3.4% في مايو واشار توبياس توماس المدير العام لمكتب الاحصاء النمساوي الى ان اسعار المواد الغذائية والوقود ساهمت بشكل اقل في التضخم حاليا مقارنة بالعام الماضي واضاف ان ارتفاع الاسعار في قطاع المطاعم كان اقل من الاشهر الماضية لكنه لا يزال اعلى من المتوسط واعرب وزير الاقتصاد مارتين كوخر ووزير المالية ماغنوس برونر عن سعادتهما بانخفاض التضخم فيما اوصى معهد مومنتوم بخفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية لخفض معدلات التضخم اظهر تقرير معهد فيينا للاقتصاد فيفو لعام 2023 زيادة في معدلة الغياب عن العمل بسبب المرض في النمسا حيث بلغ متوسط مدة الغياب لكل موظف 15 يوم فاصل اربعة بزيادة طفيفة عن عام 2022 واشار التقرير الى ان 4.2% من اجمال ساعات العمل للعمال كانت غير منتجة ويعزى هذا الارتفاع الى عدة عوامل منها موجة الانفلونزا والامراض المزمنة والسمنة بين الشباب فيما ناقش الخبراء حلولا محتملة منها تعزيز برامج التطعيم والوقاية ومعالجة مشكلات الصحة العقلية وتحسين بيئة العمل وتعزيز ثقافة الصحة الوقائية واقترح الخبراء ايضا مراجعة سياسة اجازات المرض لضمان التوازن بين الغياب غير الضروري ودعم العمال من ذوي الدخل المنخفض ومع نهاية نشرتنا مشاهدين نشكر لكم حسن المتابعة كنتم معكم أنا أدهم الليجي أطيب الأوقات إلى اللقاء